المرجو من نحن التوعية لا خفض العرض اللي هو ايه احارب المخدرات نفسها وطرقة المخدرات اه تمام مش التوعية حياتك شايف ايه اللي ممكن يجيب النتيجة المرجو منها قويس قوي شايف التوازن بين الاتنين لأغلب الجانب الامني واقول ان المحاربة المخدرات هتحل المشكلة واخفل جانب التوعية والعلاج بمعنى هعمل هشتغل على الناحيتين على جانب خفض الطلب هعملين هشتغل على برامج الوقاية برامج مخصصة للأسرة برامج مخصصة للمجتمع برامج مخصصة للمدارس كلها هتتاج لتقوية مناعت هؤلاء الاطفال بحيث لا يتاجهوا الى تعاطي المخدرات طيب خلاص فلتوا مني ورحوا خادوا مخدرات المرحلة الجاية اوفر خدمات العلاج ما ينفحش اقول له ما عندي سرير مش حالات النهاردة لا لازم اوفر له سرير وتالت مرحلة مش بس علجه عشان الانتكاس اللي حضرتك تكلمت عليه لازم اعمله عملية اعادة ادماج في المجتمع انه يبدأ يدخل المجتمع مرة تانية احنا معانا امل اهلا يا امل مساء النور يا امل اتفضلي